انا بكم وملفنا الثاني في حصتنا المغاربية من الجزائر التي تشهد مرور ثلاثة اعوام على تولي الرئيس عبد المجيد تبون رئاسة البلاد احزاب الاغلبية ثمنت ما تحقق من انجازات بعودة الاستقرار السياسي وتجديد بلاء المؤسسات الدستورية وحضور قوي على الساحة الاقليمية والدولية اما القوى السياسية المعارضة انتقدت اداء الحكومة واتهمتها بالعجز عن خلق الثروة خارج قطاع المحروقات واستغلال الطفرة المالية التي تعيشها البلاد بعد ارتفاع اسعار المحروقات في الاسواق العالمية هو العام الثالث الذي يمر على انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ظروف سياسية صعبة اعقبت حراكا شعبيا اطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ودفعه للاستقالة الاحزاب المداعمة لبرنامج الرئيس ترى ان البلاد خرجت من عنق الزجاجة باستكمال بناء المؤسسات الدستورية وانتعاش الخزينة العامة بفعل عوامل دولية ساهمت في ارتفاع اسعار المحروقات التي تعتبر عصب الحياة الاقتصادية في البلاد هناك عدة مؤشرات ايجابية تحققت في حكم السيد الرئيس اولها وهو تعافي الدينار اقتصاديا زيادة الصادرات خرج المحروقات لأول مرة خروج قانون استثمار جديد المسج بين القطاع العام والخاص في المجال الاقتصادي استحداث منحة للبيطانة بالنسبة للجامعيين زيادة في الوجور زيادة في المنح والمعاشات بالنسبة للمتقاعدين لما نتكلم كذلك عن الجانب السياسي شيء مهم احدثه السيد الرئيس هو اعاد ثيقة للمؤسسات السياسية والدستورية ومن جهتها ترى الاحزاب السياسية المعارضة ان الاستقرار السياسي لم ينعكس على الفعالية الاقتصادية اذ تعتبر ان الحكومة فشلت في ادارة العديد من الملفات وعجزت عن خلق الثروة خارج قطاع المحروقات رغم توفور الظروف المناسبة هناك كثير من الملفات التي فشلت فيها الحكومة ما زالت القدرة الشرائية للمواطن في تبهور مستمر ما زال غلاء الاسعار في ارتفاع مضطرد ما زال البطالة يعني نسبة البطالة في تزايد ما زالت المؤسسات التي وعدت بها الحكومة ان تنشئها ما زال العدد يعني غير كافي لا نعطي لسنا مطالعون على ما هي عدد المؤسسات الجديدة التي تم انشاؤها ما زال كثير من الخدمة سيئة للأسف الشديد ودافع تقريرا نشرته وكالة الأنباء الجزائرية عن منجزات الرئيس عبد المجيد تبون ردا على ما أسمته بحملات التشكيك من قبل بعض قوى المعارضة السياسية ويرى مراقبون أنه رغم السجالات الداخلية نجحت الجزائر في العودة إلى الساحة الدولية بلعب أدوار دبلوماسية مهمة سواء من خلال احتضان القمة العربية الواحدة والثلاثين ومؤتمر المصالحة الفلسطينية أو التوسط لحل النزاعات الإقليمية حسن جزيري قناة الغد الجزائر من الجزائر نرحب بضيفينا الدكتور علي ربيج عضو البرلمان الجزائري واستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر ونرحب أيضا بالدكتور حميد علوان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر أهلا بكم الضيفان على شاشة الغد أبدأ معك دكتور علي ربيج إذن ثلاثة عوام على تولي السيد عبد المجيد تبون قيادة الجزائر رئيس تبون تسلم المسؤولية في أوقات عصيبة كانت تمر بها الجزائر وبعدها جاءت مرحلة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كيف نقيم تعامل الرئيس تبون مع جميع التحديات من حينها إلى اليوم شكرا سيدتي تحية لك وضيفك الكريم ولكل مشاهديكم مسألة تقييم هذه الثلاث سنوات لا يمكن أننا نقيمها من موقع أو من زاوية واحدة فقط بل نقيمها حتى قبل بداية عهدة الرئيس وهي الحراك الشعبي المبارك وخروج الجزائر بالملايين لوقف ما يسمى بالعهدة الخامسة وكذلك وقف الممارسات والتجاوزات في حق المال العام الجزائري والذي أدت بنتائج أنه فيه عدد كبير من الوزراء والولاة الآن موجودين في السجن كذلك تأتي عملية التقييم دون أننا ننسى أزمة كورونا وما تسببته أزمة كورونا من الإغلاق الكامل بالنسبة للجزائر حدودنا كلها أغلقت وكذلك الإغلاق الذي عرفه العالم وكذلك الاختلالات في مسألة الإمدادات وسلاسل الإمدادات للمواد الغذائية والمواد واسعة الاستهلاك بالإضافة إلى أن الاقتصاد الجزائري كان منهكا متعبا بسبب البيروقراطية وبسبب الفساد وبسبب الانحرافات ولعل واحد من الاختلالات التي عانى منها الاقتصاد الجزائري مسألة قانون الاستثمار الذي الآن أعيد النظر فيه وقد مرر عبر البرلمان وتم التصويت عليه مسألة التقييم كذلك لا يمكن أننا نقيم ما حدث في الجزائر بمعزل عن التحولات الدولية والجهوية التي أفرت بشكل مباشر عفوا في الجزائر ولهذا الآن أعتقد اليوم إذا جئنا كي نقيم مرحلة الرئيس نقيمها بشكل موضوعي من ناحية الأرقام من ناحية الأحصائيات من ناحية أنه فيه الآن روح تتجدد في مؤسسات الدولة وفيه رغبة في المجالس المنتخبة وفيه رغبة حتى على مستوى الاستثمار الذي الآن رجل الأعمال الجزائري وحتى الأجنبي استطاع أن يتلمس خيوط أمل بأننا نمضي إلى التحولات الحقية التي كنا ننادي بها دكتور حميد علوان ما أهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد المجيد تبون وداخليا أو أقليميا وأيضا ما العوامل التي ساعدت على ذلك؟ أولا شكرا لك على الاستضافة تحية السلام لك والمشاهدين والضيف الكريم ثانيا لما نريد أن نجيب على هذا السؤال بالذات يجب أن نتكلم بلغة رقمية كاقتصاديين لأن لما الحكومة تعطي مؤشرات وهي المجبرة على أنها تقدم على الأقل تقرير للشعب الجزائري أخلاقيا أنها بلغة الأرقام هي التي تقدم ماذا قدمت من إنجازات للجزائريين وما هو مدى تحول المجتمع الجزائري من منطقة إلى أخرى أو من الأحسن إلى الأفضل مثلا دعيني أقول لك أولا كانت للجزائر من بين الدول فعلا هناك مشاكل على المستوى العالمي خاصة في الأسواق العالمية والمواد الأساسية من حرب من وباء كورونا إلى الحرب الأوكرانية الروسية هذا كله كان يؤثر على مستوى مؤشرات كبرى للاقتصاد العالمي ومن ثم الجزائر ليست بمنأة عن هذه التحولات أو هذا التأثير فليكن ربما التأثير كان سلبيا على مختلف الدول بينها الجزائر لكن للأسف الجزائر كانت لديها إمكانات مالية كبيرة جدا لأن لما نتكلم في سنة 2020 عن مداخل لم تتجاوز 25 مليار دولار من المحروقات اليوم نتكلم على حوالي 50 مليار دولار إذن هنا الجزائر لديها إمكانيات مالية لكن على مستوى التطبيق على أرض الواقع كمشروع للمجتمع الجزائري من الجانب الاقتصادي لم نلمس المؤشرات مثلا معدل البطالة في الجزائر لماذا الحكومة لم تقر هذا المعدل وتعطي إحصائيات مثلا كذلك ربما إنجازات التي ربما يذكرها بعض الموالين إلى السلطة ويقولون بأن هناك من حتى البطالة هناك الزيادة في الأجور هناك تقديرات تقول بأن هناك سبعة ملايير خارج قطاع المحروقات لكن هذه سبعة ملايير لم تشرح الحكومة ما هي كمواد وما هي القطاعات التي صدرت مثلا حتى نعطي قراءة اقتصادية لمثل هكذا أموال دخلت إلى الجائر بالعملة الصعبة يعني ليس هناك إمعكاس على القدرة الشرائية للمواطن وعلى حالة المواطن الاجتماعية بطبيعة الحالي أن المعدل العام للأسعار ربما بعض المواد وبعض القطاعات مثلا قطاع السيارات قطاع الغيار الأدوية هذه ارتفعت الأسعار تحتها حوالي 200% وهذا ما يؤثر على الحياة اليومية للمجتمع الجزائري لأن المواطن بسيط لا يريد سياسات أو خطابات سياسية بل يريد واقع اقتصادي معاش تحفظ كرامة الجزائري ربما هناك إنجازات التي يعدها بعض كما قلت لك الموالين للسلطة أو الموجودين في الحكومة يقولون بأن هناك منحة البطالة أنا كاقتصادي أظن بأن منحة البطالة في الجزائر هو دليل على العجز أنها لم تستطع إيجاد وخلق مناصب شغل ما هو العائد على الاستثمار ما هي الأموال المستثمرة في الجزائر وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير المباشرة إذن هذه المؤشرات الكبرى التي يمكن أن نعطيها تحليل لإنجازات مثلا مشروع الحكومة ومشروع رئيس تبون إذن دعيني مرة أخرى أقول لك بأن فعلا هناك أريحية مالية ولكن هذه الأريحية المالية نطرح سؤال بطريقة أخرى لو لم تكن هذه الحرب الأوكرانية الروسية وارتفعت الأسعار للباريل أكثر من 100 دولار كيف اليوم نحل المشاكل؟ ورغم هذا أن مثلا الموازنة العامة لسنة 2023 هي بعجز يتجاوز 42 مليار دولار هذا دليل آخر على إخفاق أن هناك لنتجد الحكومة مشاكلة إخفاق بعض الاستراتيجيات في الجزائر سوف أعود إليك في هذه النقطة دكتور علي ربيج من خلال أداء الرئيس والقرارات التي اتخذها في محاسبة المسؤولين عن نهب أموال الشعب في السنوات الماضية ومكافحة الفساد هل استعاد ثقة الشعب التي كانت ضعفة أو ربما اختفت في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة وحاشيته؟ مسألة إعادة ثقة بين المواطن وبين الحكومة وبين المسؤولين كانت تحدي ورهان كبير وهو الذي أخرج الشعب الجزائري إلى الشارع ورفض ممارسة تلك الفترة التي تجاوزت كل حدود وتجاوزت كل القوانين مسألة إعادة الثقة بالنسبة للمواطن الجزائري بدأت من 12-12 وخروج الجزائري في حدود 10 مليون للتعبير عن أصوتهم في وقت وين كان البعض يقول أنه لا يوجد من سيذهب إلى سندق الاقتراع نتكلم على مسألة الثقة وبناء الثقة اليوم بيان سياسة العامة الذي قدمه السيد وزير الأول وننائب في البرلمان وأطالع على كثير من القوانين وكثير من الإحصائيات وإقرار بأنه يوجد عدز في موازنة 2023 ولكن في المقابل هذه الموازنة وللتاريخ يجب أن نقول الحقيقة بأنها رصدت أموال لرفع الأجور والنقاط الاستدلالية لشبكة الأجور للجزائريين تماشيا مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي ليست الجزائر مسؤولة عليها بشكل مباشر وهذا لغة الأرقام ولغة الاقتصاد والعالم كله يعرف هذا الارتفاع المهول في الأسعار كذلك نتكلم على الاقتصاد ومسألة الإقلاع ضيفك اقتصادي ويعرف هذا الأمر بأن الجزائر كانت تعاني من قوانين منفرة لكل ما هو جاذب للاستثمار نتكلم على قانون الاستثمار السابق المجحف الذي كان يتعامل بقاعدة 49 و51 نفر كل المستثمرين الجزائريين وحتى الأجانب نتكلم على منظومة البنك التي هي كذلك كانت منظومة فشلة واليوم تم إدخال إصلاحات نسجل عودة الكثير من المستثمرين نتكلم على الآن على إنشاء أرضية ومنصة ووكالة للمستثمرين الذين يستثمرونها في حدود 2 مليار دينار الجزائري وما أكثر والآن نسجل عودة الأطراق والصينيين والروس والفرنسيين والكل يريد ويهتم بعودة إلى الجزائر نتكلم على الاستقرار والثقان نعم اليوم موجود استقرار داخل مؤسسة الدولة يوجد مؤسسة منتخبة البعض يراهن على أن الجزائر قد تفشل أو قد تسقط أو أننا قد نذهب إلى المجول هذا غير صحيح ربما في وقت فات نعم ولكن اليوم المواطن يتلمس مسألة السيارات يتحدث ضيفك على السيارات كانت فيه فوضى فوضى في ملف السيارات وصناعة السيارات اليوم دفاتر الشروط واضحة القواعد واضحة القوانين موجودة الأمور أصبحت الآن تضار بشكل شفاف في الوقت الذي شفنا الخردة التي كانت تعتبها إلى المواطن الجزائري وكان يموت بها الطرق لما اليوم حبينا أننا نضع الأمور في نصابها وهذا يحتاج وقت لأنه يوجد من يقاوم هذا التغيير يوجد من بقايا سلوك الماضي وممارسات الماضي يريد أن يقتع الرئيس قام بأكثر من تعديل وزاري الرئيس غير عشرات من الولات ومن رأساء الدوائر إذن فيه نية على مستوى الإعادة السياسية للتغيير هناك نية وهذا ما رأيناه ربما في اجتماعات الدورية للرئيس عبد المجيد تبون مع وزرائه في ربما إعادة تقييل للأداء الحكومي لكن المواطن البسيط ربما لا يحتاج صفقات مثل صفقات السيارات التي تدخل الجزائر لأنه ليس لديه ربما القدرة الشرائية حتى أن يصل يشرق تعيشه أو أكله لليوم ليس أن يصل إلى سيارة ولكن ذلك ربما يعود إلى إخفاقات وإستراتيجيات في وزارات أو الأولياء الذين عينوا على ولايات الجزائر أليس كذلك في هذا الموضوع أتكلم مع الدكتور الخبير الاقتصادي أستاذ اقتصاد حميد علوان ما السبب في ذلك لماذا لا يلتمس الشعب الجزائري ما هو عائد على الاقتصاد الوطني الجزائري من مصادر الطاقة البترول الغاز هنا ربما مصائب قوم عند قوم فوائد أتحدث هنا عن ما يحتاجه الأوروبيون الآن عادل الجزائري بالفائدة لكن ما الذي يبطئ وصول أي ناتج للبترول للمواطن الجزائري لأن سمحيني وضيفك أنا أحترمه كثيرا لكن لما تسألي هذا السؤال الدليل على ذلك أن استراتيجيات الحكومة ومشروع التبون بالنسبة للمجتمع الجزائري لم يأتي أكله لأن بقيت شعارات سياسية والحكومة لم تستطع تنفيذ هذا البرنامج لأنها لم تكن لديها الأدوات لازمة أظن أن لما نغير حكومات في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات هذا دليل الفشل أنه ليس هناك مشروع اقتصادي واجتماعي للمجتمع الجزائري لذلك أظن بأنه كذلك لما يتكلم ضيفك ويتكلم بأنه هناك زيادات في الأجور أنا أقول بلغة اقتصادية أن ما درسناه في النظرية الاقتصادية ترفع الأجور لما تخلق الثروة وتخلق القيمة المضافة لذلك القيمة المضافة هي التي يعاد توزيحها في أشكالها الأربع جزء يذهب إلى الضرائب والضرائب الجزائرية الأضعف في المنطقة ودري على ذلك أن الإرادات أقل بكثير من النفقات لسنة 2023 في الموازنة العامة أظن بأنه كذلك الجزء منها يروح إلى الأجور أما لما نرفع سلة الأجور بهذه الطريقة ممكن جدا أن الأسعار وبحبوح الموجودة اليوم في الجزائر نظرا لأرتفاع أسعار بريل لو مثلا تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية وتصبح إيران مثلا تدخل على الإنتاج وتتحل بعض المشاكة على مستوى الدولي الجزائر ستجد نفسها أمام عجوزات أخرى أظن بأن توقيف الاستراد والمواد الغير موجودة في الجزائر مثلا من أدوية من مواد أساسية التي تدخل كمواد أولية في بعض الشركات وذهاب بعض الشركات التي كانت تنشط في مرحلة معينة إلى الإفلاس وإخراج العمال والعمال الذين لم يتقاضون أجورهم من هذه المؤسسات هذا كل دليل بأن المشروع لم ينجح إلى غاية اليوم والمشاريع على مستوى الدولة يكون في ضرف سنة سنة ونص لكن اليوم نتكلم على ثلث سنوات والنتائج بلغة رقمية لم تعد يقتنع بها المجتمع الجزائري لذلك الثقة اليوم بين الحاكم والمحكوم في الجزائر هي تزيد الهوة أكثر لذلك لا أظن بأن ستكون سنة 2023 كما قيل بأن سنة 2022 تكون إقلاع الاقتصادي اليوم الحكومة تكرر وتعود في كلامها وتقول بأن سنة 2023 هي التي تكون إقلاع الاقتصادي إذن المجتمع كيف يؤمن بلغة سياسية خطابات ربما شعبوية أكثر منها مبنية على وقائها وعلى دراسات علمية واقتصادية التي فعلا تخرج الجزائري من ما يعيشه اليوم الجزائري معدل أسعار للمواد مختلف المواد مثلا أتكلم على اللحوم الحمراء ارتفعت أسعارها أكثر من مئة بالمئة اللحوم البيضاء كذلك يعني هذه الحياة اليومية بالنسبة للمجتمع الجزائري نتكلم مثلا على قطع السيارات هل يعقل أن دفتر الشروط لسنتين المدة سنتين وثلاث حكومات أنهم إلى غاية اليوم وصلنا إلى دفتر الشروط هذا 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 هو غير مأكل اقتصادي ربما نقاط سوف تعالجها الحكومة الجزائرية مستقبلا أشكرك جزيل شكر الدكتور حميد علوان أستاذ الاقتصادي بجامعة الجزائر وأشكر أيضا الدكتور علي ربيج عضو البرلمان الجزائري وأستاذ العلوب السياسي أعتذر منك انتهى وقت المقابلة شكرا جزيلا لك سيدي ونتابع في حصتنا المغاربية بعد قليل قبل يومين على مباراة الحلم بين المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال دعم حكومي وشعبي لأسود الأغلس اشتركوا في القناة